مشاهدين ننوه إلى هذا الخبر العاجل حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ وذلك بدعوة من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة هذا وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصادات الكبرى الذي تم تأسيسه عام 2009 يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها ويشارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي به للعام الثاني على التوالي كمتحدث رئيسي في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ واستنادا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني وتوجه الرئيس السيسي بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوته لهذه القمة لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ والتي يعكس جدول أعمالها عدد من العناصر التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ التي تم اعتمادها في قمة كوب 27 في مصر والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب بين رفع التموح وتحقيق التنفيذ مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة خفض انبعات الميثان أشدد الرئيس السيسي على أهمية توافر وسائل التنفيذ لسيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها إذ أن نجاح المجتمع الدولي في مواجهة تغير المناخ مرهون إلى حد كبير بتوفير التمويل المناسب والكافي لدعم تنفيذ برامج ومشروعات خفض الانبعاثات والتكيف أخذا في الاعتبار تدعيات الوضع المالي الدولي على الدول النامية فضلا عن التعامل الجاد مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والذي تشعر الرئاسة المصرية لكوب 27 بالفخر للخروج بقرار لأول مرة بشأنه وتأمل في إحراز التقدم المرجو فيه قبل القمة القادمة بما يتضمن إقامة وتمويل صندوق خاص بالخسائر والأضرار وبما يؤدي لتعزيز الثقة بين أطراف اتفاقية تغير المناخ واطلع الرئيس السيسي المشاركين على بعض الجهود على المستوى الوطني والتي تتوافق والمجالات المطروحة في المنتدى من خلال التوسع في الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لضمان توفير التمويل اللازم بما يسمحه بتحقيق هدف مصر للوصول إلى 42% من مصادر إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى للسرعة التنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الهايدروجين كي تتحول إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة وكذلك لخفض البصمة الكربونية لقطاع الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة وأضاف أن الدولة تقوم بتنفيذ عدة مشروعات طموحة للنقل المتوافق مع البيئة حيث انتهينا من المرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف وجاري الانتهاء من مشروعات للنقل المستدام في المدن الرئيسية فضلا عن التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية لتشجيع التحول للمركبات الكهربائية كما تنفذ الحكومة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات والمباني الحكومية لخفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات وأوضح الرئيس أن مجلس النواب المصري وافق في الشهر الجاري على انضمام مصر لتعديل كي جالي لبروتوكول مونتريال وتقوم الحكومة بوضع خطة للخفض التدريجي من مركبات الهايدروفلوروكاربون سواء في الإنتاج أو الاستهلاك كما أضاف أن مصر انضمت لتعهد الميثان في قطاع البترول والغاز وقامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات وخطة عمل لخفض انبعاثات الميثان ويجرى التشاور حول تمويلها مع الشركاء وأضاف الرئيس أنه بالنظر إلى التحديات المناخية الماثلة أمام المجتمع الدولي ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ وتتطلع لأن تكون قمتنا القادمة في دولة الإمارات العربية الشقيقة قمة ناجحة بكل المقيس بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على مستوى ارتفاع حرارة كوكبنا كما ورد في اتفاق باريس والعمل على تحقيق هدف واحد ونصف درجة بما يسهم في تسريع وطيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب ويسمح بحجد الدعم المالي والتقني وتعزيز الابتكار لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار تتطلع مصر إلى الانضمام إلى مبادرة الغابات والمناخ التي تم إطلاقها على هامشي مؤتمر شرم الشيخ وكذلك لتحدي إدارة الكربون المقرر إطلاقه في كوب 28 بالإضافة إلى المشاركة في تطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يسهم في تحقيق الأهداف الثلاثة التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية وتيسير النفاذ للتمويل وتبني أدوات تمويل ميسرة تتوافق وظروف الدول النامية وذلك مع الحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المؤسسات المتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة كما تتفق مصر مع ضرورة تسريع وتيرة التحول إلى حيادية الانبعاثات في عدد من القطعات من ضمنها قطاع النقل البحري وكذلك قطاع الطاقة سواء بالتوسع في الطاقة المتجددة أو في الوقود عديم الانبعاثات مثل الهايدروجين هذا وأكد الرئيس السيسي التزام مصر باعتبارها رئيس الدورة الحالية لقمة تغير المناخ وبوصفها دولة فاعلة في مفاوضات تغير المناخ على الدفع قدما بأجندة طموحة ومتوازنة تعتمد على تنفيذ التوصيات العلمية وتعزيز التنفيذ العادل والمناسب والسريع للتعهدات على الأرض الواقع شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ وذلك بدعوة من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة هذا وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصادات الكبرى الذي تم تأسيسه عام 2009 يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها ويشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي به للعام الثاني على التوالي كمتحدث رئيسي في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ واستنادا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر